بكل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان لأجلك أيها الإنسان لك الرحمن قد أعطاه كرامته فكن أهدا وأنت الشامخ الأجدى تشيد أعظم البنياء أيها الإخوة والأخوات سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مرة أخرى معكم شاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج أيها الإنسان رغم أننا نعيش في عصر مختلف وتحكمنا موجهات عالية الدقة تؤثر ونتأثر بها ولربما تسيطر على همومنا ومشاعرنا وأفكارنا إلا أنه في ذات اللحظة قد نجد العودة للماضي استلهاما لوقدة فكر جديد وهدوءا وطمأنينة نتنفسها لمزيد توازن نفسي ولو طال الزمن في هذه اللحظات بيد أن هذه العودة للماضي ليست لنبش ما فيه بغية الذكرى العابرة والتفاخر بالانتساب للأصيل فحسب ولكن لأن هذا القديم هو المشهد الصادق الذي لا لبس فيه والدرس الذي لا يمحى والحقل المعرفي الذي لم ينضب والسمو الإنساني الذي وإن شئنا أن نختصر الحكاية بكلمة فهي في قول الحق جل في علاه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات مع الإنسان الأول وقصة آدم وحواء والبعد الفكري والتربوي فيها في حلقة هذا اليوم من برنامج أيها الإنسان ومع ضيفنا الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب استكمالا لما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وتكلمنا عن خلق آدم وقصة الخلق وتحدثنا في آخر الحلقة عن حواء هل خلقت من ضلع آدم أو خلق من نفس واحدة إلى غير ذلك نحاول أن نراجع بعض ما تحدثت فيه دكتور علي في هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد وكما نبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وسيده الذي آدم أجمعين من محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وآصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إليه من دين وبعد الله تبارك وتعالى أمرنا أن نسير في الأرض ونرى كيف بدأ الخلق أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق من باب التأمل وأخذ الدروس والعبارة كيف تم هذا الخلق لكن الإنشاء والبداية والتصرف لم يحضره أحد و لذلك يقول الله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فهذا الخلق لم يحضره البشر إنما كيف تم هذا الخلق نتأمل فيه و ندرس و طلب مننا أن نعي هذه العبرة في دلالة الآية الكريمة كيف بدأ الخلق آدم عليه الصلاة والسلام كان خلقه واضحا في ذكر كلام الله جل في علاه و في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأطوار الواضح المعروفة خلقه من تراب ثم بعد ذلك تحول هذا التراب إلى طين لازب ثم كان الصلصال الحمأ المسنون ثم نفخ الله سبحانه وتعالى الروح عن طريق جبريل في آدم عليه السلام هذه الأطوار الأربعة واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى و في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمت أفكار ثمت مفاهيم طرحت ثمت دراسات علمية حديثة في مسألة الخلق و تطور الخلق تحدثنا عنها في المرة الماضية هذا كان قبل آدم كما يقوله البعض على تبار أن هناك من الخلائق ما كانوا موجودين البعض أثبت أنه ثمت كائنات حية و نباتات و غير ذلك و البعض ذكر أنه من المخلوقات الإنسانية من كان موجودا قبل آدم و لكن واضح القرآن لدينا أن آدم هو أبو البشر عليه الصلاة و السلام و تبقى تلك تخرصات و دراسات ربما لا تتعارض إذا لم يكن هناك أي اعتراض بينها و بين ما في كتاب الله تبارك وتعالى و إلى هذه اللحظة لا يوجد هذا توجد بعض النظريات إن صح التعبير لكن لا يمكن أن يقاطع في خلق آدم أنه لم يشاد خلقه أصلا أحد جميل و كذلك قلنا في شأن حواء التي خلقت من آدم و القرآن الكريم بيّن في أول سورة النساء أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها هذا الخلق يمكن أن يكون معناه أن الله تبارك وتعالى خلق حواء مثل ما خلق آدم من نفس واحدة أي خلقها من تراب و أن مسألة خلق حواء من ضلع آدم كما في الحديث الصحيح يجب أن لا نشغب على الأحاديث النبيوية الصحيحة بل نقول أن هذا الخلق يمكن أن يكون بمعنى الحرص على التربية و الحرص على العناية و الحرص على تفاهم حالة المرأة لأن الحديث يقول استوصبي النساء خيرا و يكون هذا بمعنى كأنه كضلع آدم خلقها كأنها بهذا المفهوم و هذا ذكره العلماء و له شواهد كثيرة في اللغة إذن لا تعارض بين هذا و ذاك يمكن أن يفهم المعنى و يمكن أن يفسر و إذا قلنا أن الخلق كان من ضلع آدم فهذا المعنى أيضا يمكن أن يكون و النفس الواحدة كما خلق الله آدم من تراب خلق حواء من ضلع آدم فكل هذا وارد و كما قال الله تبارك و تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذن خلق عيسى من تراب في الأصل و لكن الله سبحانه و تعالى أمر بعد ذلك كن فيكون فإذن أصل الخلق كان موجودا ثم بعد ذلك جاء أمر إلهي بتكوين الخلق كما يشاء جل في علا إذن كل هذه الأمور لا تحدث إشكالا في فهم المسلم و في عقلية المسلم سواء ذكرت في الكتب السماوية السابقة أو ذكرت في كتاب الله تبارك و تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نجمع بين النصوص خاصة إذا لا يكون هناك أي تعارض واضح في هذه المسألة جميل دكتور علي نتوقف عند الآية التي ذكرتها قبل قليل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ما المقصود؟ ما الدلالات في هذه الآية في قصة عيسى عليه السلام؟ أدنى الله تبارك و تعالى له القدر البالغة يخلق ما يشاء و يختار فلا يستطيع أحد البشر بكل نظرياته و أبعاده أن يقرر مثل هذا الأمر يعني يمكن الإنسان الآن الحديث أن يبدأ بطريقة الاستنساخ مثلا لكنه في الحقيقة بحاجة إلى أدوات و بحاجة إلى طرق معينة من خلالها يمكن أن يقوم بهذا العمل العمل الأستنساخ و تحدثت محاورة أو مناظرة ذكرها الدكتور عمر شريف في كتابه كيف بدأ الخلق عن أحد العلماء أنه يستطيع أن يخلق فقال لهم كيف ستخلق و قال سأأخذ هذه الخلايا الحية قال طيب أوجد في الخلية الحية الأصيدة أصلا فكيف ستخلق هذه الخلية الأساسية و هي مجرد خلية فهو يمكن أن يستفيد مما هو موجود لكن أن ينشئ هذا الموجود هذا لا يستطيعه البشر فالله سبحانه و تعالى هو وحده القادر على أن يخلق ما يشاء جميل إذن هذا في قصة عيسى لكن دعنا نعود إلى بداية قصة آدم و خلق آدم في ابتداء كان بحوار بين الله عز وجل و بين الملائكة و عرض عليهم مسألة أن يتواجد الإنسان في الحياة و إلى خيره و قصة آدم و يبدو أنه كان في وجهة نظر عند الملائكة حول هذا الموضوع هو الملائكة تضيع الله سبحانه و تعالى و لا يمكن أن تعصيه في شيء و ما جاءت ما تقصده أنت من المحاورة بين الله سبحانه و تعالى و الملائكة و ما قاله البعض و للأسف الشيء أن هذا ثمة اعتراض أو ذكروا أن هذا الحوار إبداء الرأي بالطريقة الفلسفية الموجودة هو في الحقيقة أن الملائكة تطيع الله تبارك و تعالى و لا تعصيه في شيء و ما أمر المحاورة إلا كلام من الله تبارك و تعالى لملائكته لخلقه و هذا من أعظم ما يمتن الله سبحانه و تعالى به على خلقه أن يكون هذا الحوار و قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فالله سبحانه و تعالى مرة أخرى يصطفي من خلقه ما يشاء فجاعل في الأرض خليفة هو الذي قرر هذا سبحانه و تعالى و أمر به وهذا الخليفة في الأرض ليقوم بالأدوار التي أمره الله سبحانه وتعالى بها وأعظم هذه الأدوار هي عبادته سبحانه وتعالى قال ربك إني جعل في الأرض خليفة هذا الخليفة ما هو دوره يخلف ماذا في بيان ماذا الملائكة استوضحت من الله تبارك وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إذن هم على طاعة مستمرة لكن هذا الاستفسار من الملائكة يمكن أن يفهم بعدة معاني المعنى الأول أن الملائكة كانت تعلم أن ثمة مخلوقات بشرية قبل آدم عليه الصلاة والسلام ليس بنفس الخلق ولا بنفس التكوين لكن كانت هناك من المخلوقات ما سفك في عهدها الدماء فذكرت الملائكة هذا على اعتبار الفهم السابق ويمكن أن يفهم بأن الله سبحانه وتعالى أبلغ الملائكة بهذا أنه سيكون هناك خليفة والخليفة دوره هو الإصلاح في الأرض إذن ثمة ما هو إفساد موجود وجاء هو ليؤدي دور الألف صاح وانتصر لهذا كثير من العلماء وقد تكلم فيه من المتأخرين بشكل مفصل العلام الألوسي عليه رحمه الله في روح المعاني وقال أن هذا من بلاغة القرآن فالله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يقول أجعل فيها رجلا يصلح ما أفسده الغير قال ليس هذا من دلالات أهل العربية وكذلك تحدث من قبل الإمام الطبري عليه رحمه الله وانتصر إلى هذا المعنى وذكر الشواعد عند أهل العربية أن هذا المعنى في اللغة في بلاغة القرآن معروف عند العرب فأنت لست بحاجة إلى أن تتمم كل هذا الكلام سيسمى تكرارا قالوا يا رب لما تجعل فيها هذا الرجل الذي يفسد في الأرض فيصير هناك تكرار للمعاني إذن كأن الله تبارك وتعالى أخبر عن هذا المعنى وفهمت الملائكة من كلام الله تبارك وتعالى ويمكن أن يكون معنى آخر والمعاني كثيرة يمكن أن تقال في هذا الفهم لكن نحن علينا كمسلمين أن نقف عند حقيقة القصة أما ما يمكن أن يفسر به المعنى هذا المعنى قائم يمكن أن يقال أن ثم تخلق ولكن ليس عندنا أي دلالة واضحة في هذا المعنى ويمكن أن يقال أن الله تبارك وتعالى أفهم الملائكة في هذا المعنى ويمكن أن يقال أن الملائكة بما أعطاها الله سبحانه وتعالى من نور وبطاعتها لربها سبحانه وتعالى فهمت هذا المعنى وأدركته من دلالة الخلافة أنه سيكون خليفة يصلح في الأرض فمباشرة بادروا بهذا المعنى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي أننا نقوم بهذه الطاعة لك جل في علاك كل هذه المعاني يمكن أن تقال لكن الدلالة الأهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى أوجد خليفة في الأرض ليصلح فيها هذا ما يمكن أن نجمع عليه ونقول في هذه الدلالة العظيمة أن الحوار جعله الله سبحانه وتعالى قائما وأن ملائكة استفسرت هذا المعنى والاستفسار يمكن أن يكون من كفاهم أو كدلالة أو كمبدأ من مبادئ المسلمين أن يتم الحوار كما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وأنا لست منتصرا إلى من يقول أن الكلام بين الله تبارك وتعالى والملائكة وليس حوارا إنما هو مجرد إخبار من الله جل في علا هو إخبار على حقيقته لكن لا يمنع أن يكون هذا الحوار من باب استفسار الملائكة أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأرى أن هذا المفهوم يمكن أن يصنبط من الآية الكريمة فإذن مفهوم الإصلاح في وجود الخليفة مفهوم المحاورة والاستفسار من قبل الملائكة لله تبارك وتعالى وتوضيح الله جل في علا للملائكة هذا الدور المطلوب من قبل الخليفة أو من قبل الملائكة والاختبار الذي تم بعد ذلك من تعليم آدم الأسماء كلها فالملائكة لم تعرف بينما آدم عليه الصلاة والسلام عرف الأسماء الأسماء كلها الموجودة فهذا ما جعل الملائكة ترضخ وهي راضخة مطيعة في الأصل لكنها عندما استفسرت وأبان الله تبارك وتعالى له أوضح كان هذا من أكبر الدلائل على أن الحوار لا يقف عند مجرد عبارات تقال وأن عليك أن تسمع وأن عليك أن تطيع هكذا دون أن تتوضح المعاني وكان الله سبحانه وتعالى في غنى لملائكته الطائعين أن لا يذكر لهم هذا البرهان من تعليم آدم الأسماء كلها واختبار الملائكة في تعريف الأسماء ولذلك أعجبت بمن فسر أدوار الخلق في الأرض أن الأدوار ثلاثة في حقيقة العبادة الدور الأول العبادي في تكوين آدم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تبارك وتعالى الجسد والتكوين من طين إذن فيه الأبعاد الجسدية الطينية والخطأ الذي يمكن أن يحدث وجعل الله سبحانه وتعالى فيه نفخة الروح فهذه النفخة التي تجعله يسمو على الدنايا الحياة وعلى كثير مما في الحياة من شوائب إذن هو يسمو بها من خلال هذه الروح والشيء الثالث علمه من خلال الفكر والعقل وميزه بمعرفة الأسماء وهذا إذن هو عبارة عن تفكير عقلي فإذن أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الثلاثة الجسد الطيني وعطاه الروح وهي النفخة وعطاه التعليم من خلال محركات العقل والتفكير فهذه كلها هي من الوظائف التي امتدنا الله سبحانه وتعالى بها على آدم في مدلول هذه القصة طيب في مزيد من الدلالات حول خلق آدم من تراب ووجوده في الجنة قبل أن ينزل إلى الأرض بالنسبة لخلق آدم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى نحن نعيش مع كلام المفسرين وكلام العلماء منه ما يمكن أن يقبل مع السياق القرآني ويتم فيه التناسق ومنه ما هو بعيد الآن آدم عندما خلقه الله تبارك وتعالى من تراب وخلقه بيده سبحانه وتعالى بيديه كيف تم هذا الخلق أين تم تم هذا الخلق بقدرة الله سبحانه وتعالى بيديه من بخلق آدم من تراب هذا الخلق كان في جنة هل هي في جنة الأرض أو جنة خاصة جعلها الله سبحانه وتعالى يعني جنة في الأرض خاصة جعل الله سبحانه وتعالى فيها بعض المذكور في القرآن الكريم أم هي جنة المأوى جنة الخلد الجنة التي سيأوي إليها المؤمنون في الآخرة ثم أهبط منها لأنه عندنا قضية الآن اهبطوا منها جميعا هل هبط من الجنة التي جنة الخلد التي مصير المؤمنين فيها ونزل إلى الأرض أم أن الله سبحانه وتعالى جعل له جنة مختلفة هذه الجنة ليست هي جنة الخلد التي يأوي إليها المؤمنون خلق خاص فيها وكل المعاني قابلة لأن القائلين بأنها جنة الخلد لأنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وغير ذلك من المفاهيم أنها من ما هو موجود في جنة الخلد والبعض قال أن كان فيها تكليف وجنة الخلد ليس فيها تكليف فهي جنة أخرى مختلفة كل هذه المعاني يمكن أن يقولها المفسرون لكن ما يعنينا من حقيقة الأمر أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب خلقه الله تبارك وتعالى في الجنة هذه الجنة هي جنة الخلد أو أنها جنة أخرى جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض جنة خاصة وهذا ممكن وانتصر لهذا بعض العلماء المتقدمين وبعض حتى المتأخرين كل هذا يمكن أن يقال لا نستطيع الجزم بشيء منه لكننا نستطيع أن أخذ من دلالات وجوده في مكان معظم في مكان آمن في مكان منعم كل هذا الشيء وارد فقصة وجود آدم في الأرض في جنة خاصة أو قصة وجوده في الجنة كل ما يعنينا أنه كان منعما والمسألة عادت إلى طيب لو قلنا أنه في الأرض كيف هبط فهذا الهبوط كما قال الله تبارك تعال اهبيطوا مصر فإن لكم ما سألتم لا يعني فقط أنه كان في ارتفاع ثم نزل يمكن أن يكون الانتقال من مكان إلى آخر كل هذه المعاني هي من تجليات المفسرين ومكان المفسرين الذي يمكن أن يفهم من سياق الآيات وليس بعيدا عن روح الآيات الكريمة وعن روح السور التي ذكرت فيها هذه القصص المعبرة لكن الذي يعطي دلالة هو أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تبارك في مكان منعم وكان من أثر العصيان هو نزوله من هذا المكان الذي هو إما جلد نتوقف عند العصيان ويهبط إذن آدم من الجنة إلى الأرض بسبب خطيئة يرتكبها ونحن كبشر كيف نتعامل أو كيف نستفيد من هذا الموقف خطيئة نبي عليه السلام ونحن كبشر كيف من الإمكان أن نستفيد من هذا الدرس ومغادرته من الجنة والبعض حتى هذه الأيام يعني يلوم في مسألة أنه بسبب خطيئة أبعدنا عن الجنة وإلى آخره وهناك أقوال متباينة في هذا الموضوع بالنسبة له هذا الأمر يمكن أن نرتفت إليه إلى قصة المحاججة لو أتينا إليها لأنها تعطي هذا المعنى بقصة آدم عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه غير واحد من العلماء أنا هنا سأذكر نص رواية الإمام أبي داود عليه رحمة الله لوضوح دلالاتها وكذلك الإمام مالك عليه رحمة الله فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب قال موسى يا رب أبونا آدم أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت آدم فقال له نعم موسى يقول قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها قال فما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم من أنت قال أنا موسى قال أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فتلومني على أمر قد سبق من الله القضاء قبلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى الله وفي رواية الإمام المخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حج موسى آدم عليهما السلام فقال له أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي أو قدره علي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عندما يكون هذا الحوار كما في الصحيحين وفي الرواية المفصلة الأخرى في السنن وفي الموطأ وفي غيرها في حديث موسى عليه الصلاة والسلام مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم حصل لهم شقاء بالخروج من الجنة وآدم يقول أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فآدم عليه الصلاة والسلام يحاج موسى بأن هذا المعنى يفترض أنك تكون تستوعبه وتفهمه وتعرفه فالله سبحانه وتعالى قدر علي هذا قبل أن يخلقني فأنا كبشر وهو آدم كبشر عليه الصلاة والسلام هو من المخلوقين وليس هو الذي يستطيع أن يتحكم في كل شيء في أمره وشأنه ويتحكم في الأقدار ويصرف الأقدار كما يشاء أتلومني على شيء قدره الله تبارك وتعالى فكيف سأستطيع أن أغير من قدر الله فهذا المعنى الجليل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصمون نعم فيما أوحى الله تبارك وتعالى إليهم من شؤون الوحي والشرع فلا يستطيعون بأمر الله وقدرة الله أن يغيروا في ذلك شيء لأن الله حماهم سبحانه وتعالى وعصمهم من هذا الأمر في التعامل البشري إنما أنا بشر مثلكم ربما يقدر أمراً ويكون هذا الأمر تقدير خاطئ فالإنسان عندما يحاج في هذا الأمر أنا قدر علي شيء لكني لم أسعى إليه لم أقدم هذا الأمر وأتعذر أنني ما فعلت هذا لأني لا أعرف فالإنسان يخطو بنفسه خطوات ويتجرأ عليها ويعرفها كان يقال لهذا الإنسان عليك أن تفعل كذا وكذا فأخطأ فعندما قيل له أنت أخطأت يعني يتراجع عن خطائه ويقول ربما زللت في هذا لأنني بشر بينما يمكن أن يعاند ويصر في عناده ويقول لا أنا وقعت في خطأ وهذا الخطأ خلاص يعني قدر علي ثم يرتكب نفسه الخطأ مرة أخرى وعندما تحاج في هذا ويقول أيضا هو قدر هذا يمكن أن يكون قدر لكن على الإنسان أن يعمل وأن يجد وأن يجتهد في حال المشركين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام انظر كيف كذبوا على ربهم وظل عنهم ما كانوا يفترون فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم عن طبيعة الخلق وأمر العبادة ولكنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين سبحان الله حتى هذا في الآخرة وقالوا والله ربنا ويحلفون ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم يفترض أن يعتذروا وهم أمام الله سبحانه وتعالى يقول نعم وقعنا في الخطأ وقعنا في الزلل فآدم عليه الصلاة والسلام يعترف ويقر بهذا إذن هو لا يصرح بأنه لا يخطئ ولا يصرح أن القدر غير سابق على أمره إذا وقع المقدور فإن الإنسان يعترف به ويقر لكنه في المقابل يعمل ويجد وأن لا يقول والله هذه أقدار توقبت فإذا جاء الآخرة قال والله ربنا ما كنا مشركين حتى في الآخرة يبدأ يعترض على القدر ويعترض على ما أراد الله سبحانه وتعالى عليه بينما في قصة آدم هنا أنه اعترف بالخطأ الذي وقع فيه واعترف ببشريته كما خلقه الله سبحانه وتعالى عليه واعترف أيضا بأنه لا يتحكم في القدر بل القدر سابق وأنه إن وقع في الخطأ فإنه تاب واعتذر ورجع أفتلومني على شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليه وتلومني على شيء قد تبت منه واعتذرت فهذا أمر قد أراده الله سبحانه وتعالى وأنا قمت بالاعتذار هنا نقطة جوهرية حقيقة دكتور علي في مسألة الجانب العقدي والفكري في هذا الموضوع ذكرت أنا في طرف السؤال قبل قليل أنه ما زال هناك أناس إلى هذه الأيام وفي هذا الزمن ينادون ببعض الأمور التي تتعلق بهذه القصة يتشبثون بشيء منها ويذكرونه خطيئة آدم أخرجتنا من الجنة البعض يقول يعني ممكن حتى في مسألة القدر أنه حتى نحن نخطئ والقدر هو الذي يكتب لنا هذه الأخطاء كيف تريدنا أن نتحكم بالأخطاء أو بذنوب أو بالمعاصر التي ارتكبها وهي مكتوبة ومقدرة نعم كيف نرد على هذه نعم وهناك قضيتين أساسية الله سبحانه وتعالى أراد لآدم أن يأكل من هذه الشجرة قدر عليه هذا وابتلي آدم عليه الصلاة والسلام فأكل من هذه الشجرة وعصى آدم ربه فقر هنا يمكن أن نقف عند استلهام معنى جليل جدا عندما أهبط الله سبحانه وتعالى آدم من الجنة بعد هذا القدر أكل من الشجرة وعصى آدم ربه قال بطو منها جميعا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أنا أتوقف عند هتين الكلمتين مستقر إذا الأرض مستقر لبني آدم ومتاع إلى حين في متاع وهذا المتاع سيكون إلى حين المتاع بجزعي المتاع الحلال الذي يتمتع به الإنسان ومتاع الحرام الذي يصرف الإنسان عن الخير ويقع في نفس الخطيئة التي وقع فيها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة عندما كان آدم موجود كما يقول صاحب الظلال عليه رحمة الله و أيضا علق على هذا الشيخ محمد قطب في كتابه في الدراسات القرآنية أن آدم كان عنده أشجار كثيرة فالشيطان لخص له كل الثمرات الموجودة أمام عينيه في الجنة بشجرة واحدة أن هذه الشجرة هي التي سيكون لك فيها الخلد والملك الذي لا يبلغ سبحان الله كل هذه الأشجار اختصرت في شجرة واحدة فالشيطان حيد العقل وحيد التفكير في زاوية صغيرة ومن هذه الزاوية الصغيرة وبتلي الإنسان فكانت هناك المصائب التترة التي وقعت لي الإنسان سالح ينقع في خطيئة صغيرة جدا و يبدأ بباب لم يكن يفكر فيه أصلا و تجر عليه هذه الخطيئة خطايا لا يعلم بمدىها إلى الله و سيول من المشكلات و هي بسبب قضية صغيرة هو يرى أمامه أشياء وأبواب كثيرة يمكن أن ينفذ إليها و هي حقيقة الجواب لمتعته و جواب راحته لكنه لا يختار هذا المدى الواسع الفضاء الكبير و يختار هذا المنحة اليسير نكمل الحديث حول هذه الاختيارات في مسألة العصيان و الأخطاء إلى غير ذلك لكن أستأذنك و السادة المشاهدين أن يكون بعد هذا الفاصل القصير هذا البرنامج برعاية لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدا و أنت الشامخ الأجدا تشيد أعظم البنيان تشيد أعظم البنيان لإنسان عدنا لكم مجددا مشاهدين الكرام و حياكم الله مرة أخرى في حلقة أيها الإنسان و الحديث مستمر عن الإنسان الأول و تحديدا كنا قد توقفنا عند قصة آدم و خطيئته في الجنة دكتور علي كنت توقفت عند نقطة مهمة و هي المستقر و المتاع نعم أهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو و لكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين ما هو المطلوب في الاستقرار في الأرض و ما هو المطلوب في المتاع يمكن أن أصنبط هذا المعنى من خلال دلالة هذه الآيات مجموعة يعني لو تأمننا هذه الآيات مجموعة ربما نقف عند دلالة مستقر و متاع إلى حين و ندرك سر من أسرار نزول آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة إلى الأرض يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها إذن المطلوب من الإنسان أن يعمر هذه الأرض أنشأه الله تبارك وتعالى ليعمرها إذن عنده دور وظيفي يقول الله تبارك وتعالى و ما خلقت الجنة و الإنسة إلا ليعبدون إذن عنده دور من أدوار العبادة هذه العبادة الواسعة الشاملة في الأرض و عنده دلالة عمارة هذه الأرض و يقول الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة لكم فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه إذن مطلوب منه أن يسير وأن يمشي في مناكب هذا الأرض وأطراف هذه الأرض وأن يتأمل حتى يتأمل كيف بدأ الخلق إذن عليه أن يسير في الأرض وينظر ما فيها من دروس وعبر يقول الله تبارك عاته هو الذي سخر لكم هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها إذن المطلوب أيضا من الإنسان أن يذهب إلى أعماق البحار وأن يستخرج الحلية ليس مجرد الأكل والشرب بل حتى يستخرج الحلية الزينة الموجودة في أعماق البحيرات وأعماق المحيطات إذن هذا دور من أدوار النزول ودور من أدوار الهبوط إذن عندنا العبادة الواسعة الشاملة عندنا العمارة في الأرض كلها عند أن يمشي في الأرض ويمشي في مناكبها ويسير في أطرافها ويتعلم كيف بدأ الخلق وأن يغوص في أعماق المحيطات والبحار حتى يأكل اللحم الطري من الأسماك وأيضا يستخرج الحلية من خلال الوظائف التي طلبت منه ربكم الذي يزي لكم الفلكة في البحر لتبتغوا من فضله إذن دور البحث عن الرزق والحياة من خلال هذه المسيرة هذه الأدوار مجتمع عندما نتأمل نرى أن الله تبارك وتعالى أوجد هذا الخلق في الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام وأكرمهم أيما أكرم سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هذا النعيم في الحقيقة أن جعل لك التسخير أكرمك بالعقل لتتفكر و لتتأمل و لتنظر و تعرف الأسماء كلها و لذلك الشيخ عبد العزيز من بازر رحمة الله عليه عنده عبارة جليلة يقول فيها إن حب القراءة من النعيم المعجل للمؤمن في الدنيا إذن هذا دور من أدوار العقل والتفكير و علم آدم الأسماء كلها عندما نأتي أنك تأخذ من زينة الأرض و تغوص في البحار لتأخذ الحلية إذن هذا دور جمالي دور زينة و الخيلة و البغالة و الحميرة تركبوها و زينة هذه الزينة لمن هي زينة للخلق يتزين الإنسان و يحب الله سبحانه وتعالى أن يرى صورة عبده الجميل خلقه الجميل و يكرمه الله تبارك وتعالى بهذا النعيم الجليل هذا دور من الأدوار الوظيفية إذن ليس هو في الأرض لمجرد الشقاء هو نعم في حالة من الكبد هو نعم في حالة من التعب خلقه الله تبارك وتعالى لكن أيضا هو في حالة من حالات السعادة و حالات النعيم الذي أوجده الله سبحانه وتعالى فهو في عباده و هذه من أجل لنعم و كما يقول أحد السلف لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف هذه النعمة هي نعمة معرفة الله تبارك وتعالى و هي أجل نعمة في الأرض عندما تسافر أو عندما تقرأ أو عندما تتأمل و عندما ترى حوادث التاريخ تعيش في لحظة من لحظات العبر والدروس الكبيرة أمس كنت أقرأ كتاب سبحان الله يعني ذهلني من صلاة العصر هو كتاب حقيقي كان عندي قديما لكنه في المكتبة من فترة طويلة وعلي بعض الخطوط فتذكرته أمس و من فترة طويلة هذا الكتاب ما أراد الله سبحانه وتعالى إلا أمس أن أتذكره فبدأت والله من صلاة العصر أقرأ في الخطوط اللي أنا يعني وضعها في الكتاب إلى تقريبا الساعة الثامنة أو التاسعة من صباح اليوم حتى لما قمت اليوم على صلاة الجمعة كأني في حالة هذيان وأنا فقط أراجع لم أقم والله فقط من قرأ أعطينا اسم الكتاب دكتورة ممكن الناس تستفيدوا منه خلي كذا مفاجأ يعني كتاب من العرش إلى الفرش الفرش يقصد به الأرض في راشة يعني الأرض الدكتور أو المؤلف سبحان الله يحضرني الآن بعد قليل ورداني أقول أستاذ ورداني نعم أستاذ ورداني كتابه هذا من العرش إلى الفرش الكتاب وأنا أتأمل فيه إيش اللي يعني أقولك طال الوقت في القراءة ليس مجرد القراءة لأنه حققت فيه حقائق علمية وفيه تأمل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجعلني هذا أضطر للاتصال ببعض المتخصصين لكل كلمة توقفني فهذا يجعلك أن تبادر باتصال بعض أهل الاختصاص هذا المعنى أحيانا عندما تتأمله وعندما تنظر فيه يوقفك عنده أشياء كثيرة إذن من دلالة الخلق في نزول آدم عليه الصلاة والسلام هي أداء هذه الأدوار خلاص تم أمر الله ونزل آدم ليس لنا من الأمر شيء حصل هذا ما هو المطلوب بعد ذلك هو المطلوب أن نتأمل هذه العبرة ونقف عند قصة ملك الصين عندما قال لأتباعه وشعبه ابدأوا بغرس شجر الأرز من القصر إلى أقصى المدينة فقال بعضهم له للإمبراطور يعني أن هذا سيستغرق مئة سنة نحن واللي بعدنا فقال لهم لا وقت لديكم ابدأوا من الآن إذا استغرق هذا مئة سنة ليس هذا دوركم ابدأوا الآن لتعمروا هذه الأدوار نحن نحن نزول آدم وهذه المحاججة ليس لنا من أمر شيء ما هو المطلوب والمطلوب أن نتأمل في عظمة الخلق بعد ذلك وأدوار التي أوجدنا الله سبحانه وتعالى فيها لأنني لسوا مسؤولا عن آدم أنا مسؤول عن نفسي جميل أنا أستغل الفرصة دكتور علي وذكر سادة المشاهدين بأنهم بالإمكان أن يتدخلوا معنا في موضوع هذه الحلقة على الأرقام التي تظهر بين فينا وأخرى على الشاشة وأولى الاتصالات مع الأخ محسن من العراق أهلا يا محسن محسن أنت معنا على الهوى محسن محسن معنا يا شباب طيب نعتذر تأخرنا عليه في الانتظار لكن الحديث ذو شجون نعود للحديث دكتور توقفنا عند المطلوب بعد أن وقع ما وقع من هذا الدور الوظيفي الأول في معنى مستقر ومتاع هذا الاستقرار حدث وهذا هو المتاع ما فيها من زينة وما فيها من جمال حين ترحون وحين تسرحون والتعليم التعليم الذي يفيد هذا الإنسان في الأرض فهذه كلها من المعاني الجليل طيب أنا أعتذر بس دكتور لأنه محسن طورنا عليه قبل شوي فهو معنا الآن محسن تفضل محسن من العراق أنت معنا على الهوى سلام عليكم دكتورنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محسن يا محسن تفضل بطرح سؤالك أو استفسانك نعمة نعمة من الله الحمد لله تفضل يا محسن أقول بالنسبة للخليفة معصوم لو غير معصوم نعم الخليفة أتضح السؤال شكرا يا محسن أعطيك العافية لا هو الخليفة هنا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام غير الخليفة الذي هو الذي يؤدي دور الدولة أو حكم الدولة عندنا الخليفة بمسمى الذي يدير شؤون المسلمين في أكثر من بلاد يسمى خليفة المسلمين الخليفة هنا غير النبي الذي أوجد خلقه الله سبحانه وتعالى خليفة هنا طبعا هو مسؤول عن الدولة ويسمى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق وخليفة المسلمين عمر أبو الخطاب وغير ذلك من الخلفاء الذين كانوا يديرون بلاد واسعة من بلاد المسلمين هؤلاء ليسوا معصومين ولا يمكن أن يكونوا معصومين إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر عن خطائه وعن ربما أمر قدره فما بالك ببقية البشر ليست لهم العصمة لا يوجد من المخلوقين سواء الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعصمتهم في أمر الوحي وإلا فهم بشر ربما يقع منهم بعض الخطأ يقدر الله سبحانه وتعالى عليهم بعض الأمر ربما ينظروا في الأمور الحياتية فيقدروا بعض لا شاء إذا لا هم يخطئون المقصود هنا الخليفة لعل الأخ يسأل في فقه الدولة ولذلك كانت مواصفات الخليفة غير مواصفات ولي الأمر العادي يعني ولي الأمر اليوم الذي يحكم دولة من بلاد المسلمين مواصفاته غير مواصفات الخليفة الخليفة له مواصفات كأن يكون مثلا قراشيا الأئمة من قريش قدموا قريش ولا تقدموها إن هذا الأمر في قريش أن يكون صاحب علم وأن يكون صاحب معرفة وأن يكون صاحب تقوى وأن يكون لديه الشجاعة والقدرة هناك خلاف حول مسألة الحاكم المعاصر اليوم أو الخليفة السابق في مواصفاته في كتب الفقه السلامي هذا أمر مختلف جميل دكتور في سؤال طلحنا قبل الفاصل ممكن نرجع له بعد إذنك أن بعض الناس الآن قد يعلل بعض أخطاء وذنوب ومعاصي بمسألة القدر مثل ما ذكر آدم عليه السلام في محاججته مع موسى يعني موضوع القدر هذا يمكن أن يفرد له حديث الإنسان هو القدر نعم الإنسان هو القدر يعني يمكن أن نتحدث فيه وبالمناسبة يعني الآن يعني أتذكر كتاب القدر عند ابن تيمية كتاب جميل وصغير الحجم لكنه في الحقيقة عميق للغاية وهو للشيخ راشد الغنوشي حفظه الله أتذكر هذا الكتاب سبحان الله يعني أعجبت به كثيرا لأنه يتكلم عن منح عقدي وفي ذات الوقت فيه استنباطات جليلة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فهذا كتاب القدر عند ابن تيمية من أجل الكتب المعاصرة وهو مطبوع نعود إلى الحديث أمر القدر أمر سابق لا يستطيع للإنسان أن يقدر أمرا أو يتحكم في شيء هذا الأمر سابق ولكن عندما يريد الإنسان أن يقدم على شيء أيهما أنت أعلم بالنتيجة هذا القدر أم هذا القدر هذا الفعل أم هذا الفعل هو الأصوب أنت لا تستطيع أن تقدر أمرا إلا أن ترى ما هو الحلال ما هو الشيء الذي أنت متعبد لله سبحانه وتعالى به فتفعله يعني ما الذي الآن يجعلك عندما ترى طريق يقول لك هذا نهايته نار وطريق نهايته آمن وسالك لماذا لا تسلك الطريق الذي تعلم في نهايته أنه حفرة وفيها نار تقول أنا لأنني علمت وأدركت أن هذا المسار أو أن هذا الطريق نهايته كذا وكذا فأنت الآن قدرت أم أنت الآن اخترته؟ أنت الآن في الحقيقة قد اخترته وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى وهذا سابق في قدر الله وسابق في أمر الله فأنت مسؤول عن الفعل ولست مسؤولا عن القدر لست مسؤولا عن القدر الذي كتب سابقا لست مسؤولا عنه لكن أنت مسؤول عن الفعل الآن الحديث الذي يمكن أن تفعله أو لا تفعله عندما يقول لك الإنسان إذا أردت أن تأكل مثلا الطعام المعينا هذا الطعام فيه في هذا المطعم فيه سم وعرفنا أن فيه مشكلة معينة وهناك هذا الطعام ليس فيها أي إشكالية معينة فإذا أنت قد ذهبت وقلت والله أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه نعم قدر عليك سبحانه وتعالى فمكتوب عليك كل شيء لكن فعلك هو الذي أنت مسؤول عنه فإذا كان متوافقا مع ما أمرك الله به من طاعة وليس ما أمرك الله به من قدر أي من سابق القدر ما أمرك الله من فعل المأمور أي وفق طاعة الله سبحانه وتعالى وفق الحلال فهذا أنت مسؤول عنه أما أن تذهب برجلك إلى الخطأ وإلى الحرام فإن وقعت فيه هنا هنا السؤال فإن وقعت في هذا الأمر بفعلك أنت فأنت مسؤول عنه وقد قدر الله سبحانه وتعالى فكان من هذا القدر نتيجة كان من هذا القدر نتيجة بمعنى أنك لو وقعت في قدر هو في الطاعة فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمك ويرطيك والحسنة تدل على الحسنة بمعنى أنه أنا ممكن الله قدر لي شيء معين مثلا لكن أنا لي حرية الاختيار ممكن أستدل بقوله وهديناه النجدين في هذه المسألة ولكني لا بد أن أعلم أن من قدر الله سبحانه وتعالى ما يدل على قدر آخر فأنت أنا مثلا الإنسان ماشي فيه سيارة ويقول لك أنا ما أضع الحزام وأضع شيء مثلا أسرع بمئتين وفي طريق غير آمن وغير سالك فنجد مثلا سيارة انقلبت عشرات المرات وأصيب الإنسان ربما عرض نفسه للموت نقول هذا الفعل الذي فعله الإنسان من قدر الله سبحانه ونسنته الكونية نعلم أنه سيحدث له كذا وكذا وسيقدر يعني هذا القدر سابق يمكن للإنسان أن ينجو ويمكن للإنسان والله أن يصاب بعهات كثيرة إنسان سيقفز من الدور الخامس مثلا وهو الذي فعل ذلك نحن نعلم أنه سيصاب بأمر ربما يكسر ربما جمجمته تصاب بشيء يحدث له شلل ربما يموت وربما يعني يعرض لأشياء لكن يقال والله أنا أرمي نفسي من الدور السابع أو العاشر وسأقف على قدمي لا يحدث لي شيء هذا لا يمكن أن يكون إنما القدر الذي يقدره الله تبارك وتعالى يجر أيضا قدرا آخر ففعلك أنت في الطاعة مثلا رحت صليت فهذه الطاعة ستجر لك حسنا ويحميك الله سبحانه وتعالى من بلية كما مثلا في قضية صلاة الفجر على لا يطلب أنكم الله في ذمته إذن الطاعة تؤدي إلى قدر بأمر الله سبحانه وتعالى نتيجة هذه الطاعة وفي الوقت نفسه الخطأ والجرم الذي ترتكبه سيؤثر أيضا على مصائب في حياتك هي مقدرة في علم الله ولكنها بسبب فعلك وجريمتك جميل اتضحت الفكرة دكتور علي وسندخل في محور آخر هو الصراع الأزلي ومنذ بداية القصة مع هابيل وقابيل لكن أستأذنك وأستاذ المشاهدين أن يكون بعد هذا الفاصل القصير يبقوا معنا لأجلك أيها الإنسان لأجلك أيها الإنسان هذا البرنامج برعاية لك الرحمن قد أعطاه كرامته فكن أهدا وأنت الشامخ الأجدا تشيد أعظم البنيان تشيد إنسان أهلا بك أيها الإنسان المتابع لنا في هذه الحلقة من برنامج أيها الإنسان والحديث عن الإنسان الأول قبل أن نعود للحوار مع الدكتور علي العمري نبدأ باتصال معنا الأخ ماجد من مصر حياك الله يا ماجد أحيك العافية الله يعافيك تفضل سبحانه سبحانه الله حياك بارك الله فيك لا سمحت الآن أريد أن أستفصل عن شغلة لكن خارج شوية نطار ببرنامجكم فضل يا ماجد بس اختصر الوقت فضل يا ماجد الآن لدي الديانات الثانية يعني اللي باقي ما وصلهم للإسلام أو الإسلام يعني وصلهم للإستفاد رئيسة نعم وانتعرف بالشكلية هذه جميل فأنا كيف أقدر أحكم عليهم هم مولودين على الخطرة جميل جميل تضحك سؤال شكرا بحيث أنهم الآن ما وصلهم إسلام ويشدون أن لا إله إلا الله ولكنهم على الملل اللي يتبعونها جميل هل هم الناس اللي يقلوا للجنة أو الناس اللي ذكروا واضح السؤال يا ماجد تسمع الإجابة إن شاء الله يعطيك العافية نجيب عليه بالتداءة يعني هنا قضيتين متداخلتين مسألة أنه إذا كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله ولكن موصلهم الإيمان الكامل وهذا يعني موجود بالذات في الأطراف وفي بعض القرى فهم إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله على أصل الإيمان ويدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى قد لا يكون عندهم حقيقة فرائض الشريعة الإسلامية المطلوب في دين الإسلام قد لا يكون هذا عندهم موجودا لكن إذا كان يقصد بأن الديانات الأخرى التي ما بلغها الإسلام يعني ممكن تكون سمعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن مسألة السماع والله لا يسمع به يهودين ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار فهذا السماع حقيقة حوله نقاش هل هو مجرد السماع لذاته أم هو حقيقة السماع وهذا الذي يتكلم عنه الإمام أبو حمد الغزالي عليه رحمة الله لأن أيضا في بلاد أوروبية كثيرة هم سمعوا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله سمعوا عن الإسلام طيب إذا كان سمعوا هل سيدخلهم الله النار بناء على هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم أم أن المسألة تعود إلى حقيقة السماع أبو حمد الغزالي يقول عن حقيقة السماع أي يجب أن يكون السماع واضحا ويكون السماع حتى فيه حوار وأخذ وعطاء ليس مجرد ذكر كلمة أنه والله أنتم سمعتم أنه فيه شيء اسم لا إله إلا الله عن الرسول الله ثم أنكرتم هذه العبارة أو لم تقولوها إذن أنتم في أناني مباشرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول إذن ما هو دور الرسول هنا أو الرسول هو دوره البلاغ والتوضيح وأنا مع أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله خاصة أننا نفق من الواقع ولنا زيارات كثيرة في أوروبا وفي بلاد كثير المسلمين إذن المطلوب من المسلمين أن يوضحوا معنا لا إله إلا الله من خلال ممارسات حقيقية حتى يفهموا حقيقة السماع لأنه حتى في مثلا مسألة الطاعة الآن للوالي اسمع وأطع فالله تبارك وتعالى أمرنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في شأن سماع الولي الأمر هذا اسمعوا وأطيعوا وإن تؤمر عليكم عبد الحبشي فالسمع هنا قبل الطاعة لماذا السمع قبل الطاعة بمعنى أني أنا أفهم وأعرفه وأدرك أحواله وأسمع عن أموره فبعد ذلك تتم الطاعة وليست هي مجرد السماع العابر هذا حتى يتم شأن الطاعة فكذلك حتى يطيعوا أمر الله تبارك وتعالى يدخلوا في الإسلام فلابد أن تكون السماع حقيقي طيب نعود للحوار وكنا قد نريد أن نبدأ في الحديث عن استراع البشري القديم من هابيل وقابيل وأول قصة لقتل بشري في ذلك العصر وما استخرج العلماء من مفاهيم حول هذا الموضوع الأسرة آدم وحواء حصل فيها هذا الموقف العجيب ونحن قلنا سبحان الله ابتلاءات وابتلى الله سبحانه وتعالى آدم هذه الابتلاءات المختلفة المتعددة فكان أول ابتلاء له في شأن ولديه في قابيلة وهابيل والقصة معروفة في قتل الأخي لأخيه إلا أنني من أجمع الدروس وأجلها ما قرأته للدكتور صلاح الخالدي وأنا دائما ما أنصح بهذا الكتاب كتاب مع قصص السابقين في القرآن للدكتور صلاح الخالدي عدة أجزاء وهو كتاب عميق قرأه بتأمل الدروس والعبر الموجودة مع قصص السابقين في القرآن ثلاثة أجزاء ثم طبع الحمد لله يعني أكثر من طبعة ألخص هنا الأهم الدروس والعبر في قصة ابني آدم قابيلة وهابيل وأقف عند بعض الدروس والعبر من هذه الدروس أن الرجل القاتل أسلم نفسه للشيطان الإنسان عندما يبدأ ليرى أن التفكير مجرد التفكير هو في حمل السلاح يكون قد خرج عن السيطرة بمجرد التفكير أي جماعة مسلمة أي عائلة مسلمة شوف هذه أسرة آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر فأبو البشر أي أب يستخدم وسيلة الضرب لأولاده أو الضرب مع زوجته أو يستخدم آلة أو سلاح أو أي شيء من هذا القبيل حتى لو كان هذا السلاح هو عبارة عن يعني أداء أقل من المسدس مثلا أو غيرها فإنه يكون قد اتجاه اتجاه آخر لأنه لن يستطيع أن يضبط أمره ويضبط شأنه أن نبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب إنسانا قط في حياته عليه الصلاة والسلام ربما جاء في بعض الحديث أنه أمره بتعليق العصى كناية على أن هناك في شيء من الضبط هناك في شيء من الرقابة هناك في شيء من المتابعة والاهتمام لكنه لم يمارس هذا الدور المباشر عليه الصلاة والسلام حتى في ضرب المرأة وضرب الصغير كيف يكون هذا الضرب هو الضرب كثير من العلماء علينا رحمة الله وأعجب بكلام الطاهر بن عاشور في تفسيري هذا لمن يستحق الضرب ابتداء وأمر آخر هو لمن يمكن أن يتوجه من خلال هذا الضرب وليس كل إنسان يتوجه به يعني بمعنى أن الضرب ليس إذنا عاما ولعلنا نشاء نتحدث في لقاء مستقل عن ضرب الإنسان في مفهوم الفكر والفقه الإسلامي فهذا الضرب إنما يكون للتأديب والتوجيه فالإنسان عندما يتحول إلى تحريك يديه ومارسة هذا مع أبنائه وأسرته يكون قد خرج عن السيطرة من الدروس والعبر الجميلة إذا كان الحق مع أخيه فعلى المؤمن أن يتنازل له وأن لا يسعه بأي شيء يمكن أن يؤثر على علاقتي وحبه لأخيه يعني القصة وما فيها كانت تحتاج إلى تناسل أحد الطرفين للآخر ليس في هذا كبير شأن لكن عندما لا يتنازل البعض الآن الجماعات الإسلامية يمكن يكون عندنا أفكار معينة حتى في الفقه الإسلامي أنا لي رؤية معينة في الفقه الإسلامي وأنت لك رؤية معينة على ما لا نتنازل كل مننا له رأيه وله وجهة نظره إذا تنازل أحدنا خفت الصراعات وخفت المشكلات في قصة مثلا حادثة الجمل وفي قصة يوم الصفين هي المسألة كانت عبارة عن ماذا كانت عبارة عن آراء لو أن أحدهما تنازل للآخر وأخذ وقتا للتفاهم لما حدث ما حدث فكثير من الأمور والصراعات التي تستمر هي نتيجة لبعض الأطراف يمكن أن يتنازل لأطراف الآخر من الدروس والعبر أن المجرم عندما يرتكب جريمته يخسر كل شيء فعلا عندما وقع في الجريمة حتى هو كإنسان قاتل وإنسان متجبر وإنسان وصل إلى هذا الفعل الخطير لم يستطع حتى أن يتصرف في وضع أخيه أين يضعه كيف يدفنه كيف يفعل بهذه الجثة الموجودة في الأرض فرغم جبروته وقوته وطغيانه لا يستطيع أن يتصرف في أضعف الأمور لأن الإنسان عندما يعتمد فقط على الجانب الجبروت في حياته والجانب الطغيان وكل إنسان في هذا الجانب في هذه الخاصية المظلمة في حياته فلا يستطيع أن يتصرف عائلة حقيقة مرت بمشكلة كبيرة مشكلة قابيلة وهابيل وأخذت منها دلائل ودروس وعبر أنا لو استمرت في هذا المعنى لما استطعنا أن نقف في الصراع الذي يحدث والحديث يطول في هذا الموضوع بلا شك لكن يكفي من القلادة محاطة بالعنق هذه المعلومات بإذن الله أنها مفيدة نريد أن نختم بس دكتور علي العمري بحديث مهم حقيقة يجب أن نعرج عليه وهو حديث التوبة توبة أبينا آدم عليه السلام سئلت مرة من المرات ما هي الآية التي تستوقفك وآيات القرآن كثيرة تستوقف في الأسان فقلت قول الله تبارك وتعالى وَعَصَ آدمُ رَبَّهُ فَغَوَى كلما أسمع هذه الآية خاصة سبحان الله في التراويح يعني مع كل رمضان كل رمضان وفتتح يعني الأئمة سورة البقرة فكلما أقرأ وأسمع هذه الآية يعني أقف عندها متأملا أن يعلن في القرآن الكريم أن آدم أكل من شجرة واستزله الشيطان فيها وإني لك ناصح إني لك من الناصحين فهو أخذها من باب النصيحة وقع في هذه الزلة فأعلن الله تبارك وتعالى عصيان آدم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة بالله لو عملنا الله بهذه المعاملة كل خطأ نقع فيه أو كل تجاوز نتجاوزه يذكر في الصحافة في الصفحة الأولى والله قام فلان فلان بعمل خطيئة لوحده أو قامت فلان فلانية بالتجاوز في حق الله تبارك وتعالى ويذكر ويعلن على الملأ حقيقة يمكن للإنسان أن يصاب بشيء من الإحباط وشيء من الأنم النفسي كلما وقع في خطيئة أعلنت فالآن الله سبحانه وتعالى أحلن ونقرأ هذا دائما وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى يعني النتيجة التي حدثت وهذا كنا من القدر يعني العصيان أدى إلى الغواية لكن بعد ذلك جلاء التوبة ثم تاب الله عليه وهدى هذه التوبة مفرحة التوبة المؤنسة وذلك نقول إخواني وأخواتي إذا وقع الواحد مننا في خطأ أو تجرأ يعني في حق الله سبحانه وتعالى فليعود إلى الله ويندم وليصلي وليذكر وليستغفر ربه سبحانه وتعالى فإن عظمة التوبة جلاء التوبة لا أثر والله في حياة الإنسان بل يمكن أن تكون أثار التوبة سريعة جدا يجد الإنسان في فترة قصيرة من عمره بعد أن عاد وطاب إلى الله فتحت له أبواب كثيرة من الحياة ما كان يتخيل أن يحدث هذا ها نحن الآن نتكلم عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام والدروس والعبر التي فيه وهو أبو البشر والآيات والأحاديث والدروس والعبر بل إنك وأنت تقرأ في قصة آدم تجد أن هذه القصة تحديدا هي عمدة قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام والكثير من الأئمة يتكلمون عنها فيها من الأبعاد الفكرية والعقدية والتربوية والإيمانية والأخلاقية والسلوكية والفلسفية حتى أبعاد كثيرة جدا في فهم الإنسان ومنظومته في الحياة وطبيعة البشر وخلقه كل هذا مما من بدء آدم عليه الصلاة والسلام إذن الإنسان عندما يعود إلى الله ويؤوب ويتوب يفتح عليه فتوحات كثيرة وكما قال أبو حاتم عليه رحمة الله إذا لعزم العبد على التوبة أتته الفتوح فتوحات من الله سبحانه وتعالى ورحمة الله على الشيخ محمد الغزالي المفكر المعاصر عندما قال في أحد أبياته يا قيودي تحطمي عند مثواكي فارتمي قد تأبيت ذلة في تباريح أدهمي يعني يخاطب هذه القيود يفكها عن نفسه ويريد أن يعود ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى وشتان بين إنسان عرف الخطأ فعاد إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر وندم وفتحت عليه الفتوح وبين إنسان لا يزال يبحث لنفسه عن مخارج ويبحث لنفسه عن مجالات للكلام يتكلم فيها أمام البشر آدم ذكر كلمة الحق عندما تاب إلى الله سبحانه وتعالى وذكر الحق بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى اجتباه هذا المعنى الجليل هو أثر من آثار التوبة وشتان بين من يعلن توبته الحقيقية بين نفسه وبين الله سبحانه وتعالى وبين من لا يزال يكابر في حق نفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل توبتنا خالصة لوجه الكريم وأن يجتبينا جل جلاله في علاه اللهم أمين وصلنا للختام دكتور علي شكرا جزيلا لك ولك الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة أيها الإنسان خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنا نحن لنتغير ونغير من حولنا إلى الملتقى في الحلقة القادمة في أمان الله أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا كل أهل الأرض أهلي وأرى فيهم جمالا هم بنوحا وأمثلي خلق مولا ما تالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة